تشرفت باستقبالي من قبل فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حيث نقلت له التحيات الخالصة لرئيس البرتغال أكدت له اهتمامنا وحرصنا لدعواته لزيارة البرتغال في غضون 2023 ستكون هذه الزيارة بمثابة فرصة لتعزيز علاقات الصداقة وتتمين العلاقات القوية بين بلدين إننا نعيش في مرحلة يسودها عدم الاستقرار في العلاقات الدولية وفي مثل هذه الدروف من المهم أن نعويل على بلدان صديقة مستقرة التي تربطنا بها علاقات تقى تربطنا بالجزائر علاقات تاريخية ونطمح لتطويرها في المستقبل زيارة هذه التي تعد كأول زيارة بصفة وزيرا للخارجية هي زيارة صداقة نطمح من خلالها لتعزيز علاقات الصداقة القوية التي تجمع بلدين كان لي شرف أنني التقيت مع ندير الجزائري الذي يعد صديقا للبرتغال وكان لي شرف أيضا أنني أطلعت سيد الرئيس أن وزير الخارجية البرتغالي هو أيضا صديق للجزائر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر